اشتركوا في القناة حلوين نأخذ نفس وخلينا نبلش في الترس الثالث نستمع إلى نص مواسم القطاف يعني الموسم اللي بيقطب فيه الثمار هات خلينا نشوف ونسمع النص مباطئا الدرس الثالث مواسم القطاف بلحفة وشوق ينتظر المزارعون في فلسطين مواسم القطاف هذا ينتظر قطاف أشجار زيتون ورثها عن أجداده ليحصل على مؤونة بيته من الزيت وهذا ينتظر ندوجة مار التين ليبيعها ويستفد من ثمنها وذاك ينتظر قطاف كروم العنب وآخر ينتظر قطاف أشجار النخيل أو ثمار اللوزي والبرقوق وآخر ينتظر قطاف بيارات البرتقال والليمون إنها مواسم بركة وخير وعطاء تمثل خيرات أرضنا المعطاءة التي بارك الله فيها فيها نتعاون مع بعضنا نتقاسم العمل من دون كلل أو ملل وفيها نردد الأغاني والأهزيج حتى لا نحس بالتعب وفيها تكثر الغلال وتعمر الأسواق وتشبع الطيور فتغني أهبب الألحان كنتم معا؟ طيب يا حلوين يا الله إيش اللي حكو حكو عن مواسم القطاف في فلسطين بمعنى هاي المواسم فترات في السنة بيقطف الناس الثمار هذا هو اللي بيعملوا طيب كيف ينتظر المزارعون مواسم القطار بالقطاف آسف بلحفة وشوق ماذا يعمل المزارع بالثمار؟ هو أن يأكلها، يبيعها، يبيعها، أو يأكلها أو يجففها، يحفظها، أو يحفظها، روح بيخزنها يعني لوقت آخر نعدل ثلاثة من مواسم القطاف في فلسطين في عندك التين الزيتون وفي عندنا الليمون هذول كلهم مواسم قطاف متى تعمر الأسواق بالغلال؟ في مواسم القطاف يوم ما يصير في عندي قطاف بيصير في عندنا في الأسواق كثير من الناس لماذا يغني الناس في مواسم القطاف؟ فرحة تعبيرا عن الفرحة بكونوا ايه؟ فرحنين عندما تشبع الطيور ماذا تصنع؟ شو بتصنع الطيور يوم بتشبع؟ بتنامت وزقزق اللي هو شو ما كانت في القصة؟ نتطلع مع بعض الحين على الاشي اللي بيهمني أكثر من الاستماع بها نتطلع مع بعض هايو الفلاح عامل وهايو بعد ما عامل هايو بيوكلوا الزتون وزيت وهايو حط الحطب وهايو بيستحم بالزيتون صبونا النبلسية من الزيتون يا رمز العطاء والصمود يلا نقرأ مع بعض عندما أكون متعبا أجلس تحت شجرة الزيتون في فناء بيتنا فأحس بالراحة بعد التعب وعندما أحس بضيق في صدري أنظر إليها فتحكي لي حكايات لا تنتهي عن أجدادنا القدماء عندما غرسوها قبل مئات السنين واعتنوا بها وسقوها من حبات عرقهم وتحكي لي عن قصة صمود شعب يا أبا إلا أن يحافظ على زيتونته المباركة في أرضه المباركة وعندما أجوع أذهب إلى مائدة طعامي فأجد زيتها أطيب غذاء وثمارها الخضراء والسوداء تفتح شهيتي للأكل وعندما يشتد البرد أجلس إلى متفئتي التي اشتعلت من أخشابها ومن بقايا ثمارها بعد عصرها فأحس بالدفء يسري في جميع أنحاء جسمي وعندما أذهب لأنظف بدني أستخدم صابونا صنع من زيتها من أجود أنواع الصابون حماك الله أيتها الشجرة المباركة يا رمز العطاء والصمود إيش حكينا هنا يا حلوين واحد مزارع بيحكي عن شجرة الزيتون يوم ما بيكون تعبان بجلس تحتيها يوم ما بيحس في ضيق بصدره بتطلع إلها قال بتحكيله إنه غرسوها قبل مئات السنين وإيش وهي بتحكي عن قصة صمود الشعب اللي هو شعبنا يوم ما بيجوع بيأكل زيتها أطيب غذاء وثمارها الخضراء والسوداء اللي هو الزيتون يوم بيشتد البرد بجروح للمدفأة اللي اشتعلت من وين من أخشاب هاي الشجرة ويوم بنظف بدنه بيستخدم صابون صنع من وين من زيت الزيتون إذن حماك الله يا رمز العطاء والصمود ماذا أفعل عندما أحس بالتعب أجلس تحت زيتونتي زيتونتي طيب كيف يذهب ضيق صدري عندما أجلس إلى شجرة الزيتون عندما أنظر إليها عندما أنظر إليها يوم بتطلع إليها وبتحكيل القصص بيروح من الذي غرس أسجار الزيتون المعمرة في بلادنا أجدادنا من اللي غرسوها أجدادنا عندما أجوع ماذا أجد على مائدتي زيتها زيت الزيتون وثمارها الخضراء والسوداء ما الذي نصنعه أو ما الذي نضعه في المدفئة في أوقات البرد خشبها خشبها اللي هو خشب الزيتون مما نصنع الصابون من زيت الزيتون اللي هو زيتها اللي هي كلها تمنحك عن مين عن شجرة الزيتون ماذا نتعلم من شجرة الزيتون اللي هي يا حلوين الثبات والصمود على أرضنا هذا نتعلم منها كيف نحافظ على شجرة الزيتون الاعتناء بها بطريق الاعتناء بالزيتون يعني ما ندخل في التفاصيل ما تضربهاش بالعصاء أهم إشي ما بكت نزلوها تحصدوها ترك لنا أجدادنا القدماء أشياء أخرى غير الزيتون تدول على ملكيتهم لأرض فلسطين وتمسكهم بها نناقشها كثير عنا آثار بتدول على ملكيتهم وخصوصا عملات قديمة على زمن زي ما بيحكوها على زمن العثمانيين وقبل كانت كلها تبدل على أرض فلسطين حتى في الأحافير طيب التدريبات اللغوية نختار معنى الكلمة التي تحتها خط من الكلمات الآتي ونكتبها في المستطيل طيب أستخدم شو يعني أستعمل أستخدم بمعنى أستعمل هاي أستخدم صابونا صنع من زيت شجرة الزيتون بمعنى أستعمل هاي أستعمل راحت ثانية عندما يشتد البرد أجلس إلى مدفئتي يشتد بمعنى إيه يقوى يشتد يقوى يعني يوم ما بيقوى البرد شو بأجلس إلى مدفئتي بعدها يا حلوين يا رمز العطاء والصمود إيش عن الصمود الثبات الثبات هو الصمود بعدها يا حلوين عندما أكون متعبا أجلس تحت شجرة الزيتون إيش عن متعبا مرهقا متعبا بمعنى مرهقا والأخيرة تفتح حبات الزيتون ما يشتد البرد ماذا تفعل تخرج الحياة من جحرية في فصل الشتاء هل ليش لأنه حاطلك لا تخرج يؤذن المؤذن متى يؤذن المؤذن كتابا قرأت في العطلاء عشرين كتاب مدام الجواب عدد فأكيد كم نغسل أيدينا قبل تناول الطعام لماذا نغسل أيدينا ضد كلمة مريم أو كريم شو ضد كلمة كريم اللي هو شو منحكي ما ضده كلمة كريم بخيل نكتب خمسة جمال تبدأ بعضية الاستفاة من من أبوك مين البابا ببساطة بس آه بس كيف كيف تدرس بكفي آه بكفي ماذا ماذا تعمل بعد المدرسة شو بتعمل بعد المدرسة هل هل تحب لعب العاب الحاسوب أين أين تعيش جدتك وين بتعيش جدتك في بيتها الكتابة نكتب ما يأتي في الفراغ وعندما أجوه أذهب إلى مئدة طعامي فأجد زينتها أطيب غذاء وثمارها الخضراء والسوداء تفتع شهية للأكل هذا ما نكتبه النسخ بدك تنسخه نكتب ما يأتي بخط النسخ حماك الله هيتها الشجرة المباركة أيضا هذا بدك تنسخه بإيدك الإملاء بدنا نكتب إملاء غير منظور طيب أنا رح أقرأ لكي يا إنت وقف الفيديو كل ما تحس حالك بدك تكتب ثلاث كلمات وقف الفيديو يا الله هي بدي أقرأ وقف الفيديو دون ما تطلع الكتابة عندما أكون متعبا أجلس تحت شجرة الزيتون في فناء بيتنا فأحس بالراحة بعد التعب وعندما أحس بضيق في صدري أنظر إليها فتحكي لحكايات لا تنتهي عن أجدادنا القدماء عندما غرسوها قبل مئات السنين واعتنوا بها وسقوها من حبات عرقهم التعبير نكون جملان كما في المثال السابق تشرق الشمس في الصباح في الصباح تشرق الشمس نذهب إلى المدرسة مبكرين مبكرين نذهب إلى المدرسة بس حط الأخيرة في الأول مبكرين نذهب إلى المدرسة وإذا الخط مش واضح جيب الماما خليها تحكي لك عن الخط ولها ماما قرأي لهاي يصوم المسلمون في رمضان منحكي في رمضان يصوم المسلمون يعالج المريض أو يعالج المريض في المشفى في المشفى يعالج المريض في المشفى يعالج المريض ترقد الدجاجة على البيض على البيض ترقد الدجاجة على البيض ترقد الدجاجة سافر جدي بالطائرة بالطائرة سافر جدي بالطائرة سافر جدي إيش اللي عملنا بس الأخير حطه وين في الأول ويخلف عليك طيب يضع الشغلة بسيطة في عنا باتوقع في عنا أنشودة هون هيكي نعم نغني ونحفظ يلا بستان أبي لمحمد جبار حسن يلا نغني مع بعض أمر على مرة فتحفظوا هيا بستان أبي حلو المنظر سبحان الخالق ما صور فيه النبع كنهر يجري والطير يغني للبيضر كل الأثمار به تزهو تغدو أحلى تبدو أكبر وبهمتنا دوما يبقى مكسوا بالثوب الأخضر بستان وأبي حلو المنظر سبحان الخالق ما صور أكثر من مرة عدوها يا حلوين مرة على مرة وعيدوا الفيديو أكثر من مرة بتسمعوها ومرة على مرة إن شاء الله بتحفظوها بنشوفكم إن شاء الله في درس قادم يدرسوا من ناحية أبطال جاهزوا هل كل الامتحانات إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر